اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السينما والتلفزيون فيلم طويل فيلم أصير فيلم للطلاب فيلم الجامعات لبعض المسلسلات يعني شاركنا السينما والتلفزيون مع بعض بمعرجان يكون فاعل ويكون في استمرارية على أي أساس تم اليوم انتقاء النجوم أو الشخصيات اللي راح يتم تكريمها؟ ثقافة هو وزيرنا الوصي علينا كان قبات فنية وأنا كان قيف للسينمائيين كمان حبيت كرم معالي وزير الصحة لأنه عطى بطاقة صحية للفنان في لبنان ما عمل أحد غيره قبل ولا صارت وبعد الوجوجي مشارك من سوريا نقيب الفنانين حضر مدير مكتب الاتحاد الاتحاد العام للفنانين العرب وحضر من مصر رئيس مهرجين اسكندرية للسينما ومن لبنان ما نكرم المنتج الكبير برأيي أنا صادق الصباح الرئيس تنفيذي لشركة أغاريت وزيف دندش ألو سالفيك عبر أغاني أغاني خبرني عن تحضيرات كنا العام المقبل لمهرجين لبناني للسينما والتلفزيون شو عم بتحضروا باعرف انه الدورة المقبلة رح تكون جدا مختلفة وفيها كتير من التغييرات وتحسينات من الطبيعي انه صار لازم صار حقنا انه نعمل شي وصار عنا مهرجان إضاهة والمؤسسات الأخرى والمهرجان الثانية اللي عم نشوفها ما بينقصنا لا الخبرة ولا فريق العمل ولا أي شي عملنا اتفاقية التعاون نقلنا يأخذناها لخمسة سنين عملنا خطة خماسية حتشرف عليها أغاريت وان شاء الله بيكون بالمستوى المطلوب يعني بمستوى مهرجان دبي مهرجان مراكش مهرجان بنسعى ليكون ينافس كان ونحن هنكون موجودين على السحة نحط بصمتنا واللي بنقدر نعمل ان شاء الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة